في جناف 2 اختلف ممثلون نظام والمعارضة على كل شيء حتى على تفسير مصطلحات لغة التفاوض انطلاقا من جناف 1 ففيما أصرت المعارضة على أن الانتقال السياسي بحسب ما نص جناف 1 يعني أن المفاوضات تشمل بشكل أساسي رحيل الرئيس بشار الأسد بالنسبة إلى النظام الأمر مرفوض وهو يرى أن جناف 1 ليس نصا مقدسا ولم يعود الخطة المناسبة للتسوية حتى الإرهاب الذي يضرب مختلف الأراضي السورية لم يتفقوا على تحديده النظام وصف جميع مقاتلي المعارضة بالإرهابيين وأن مكافحة الإرهاب تعني حكما محاربة وهزيمة مقاتلي المعارضة بينما المعارضة قالت أنها تكافح الإرهاب من خلال الحرب التي تشنها على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش أما بالنسبة إلى هيئة الحكم الانتقالية والتي كانت أبرز نقاط الخلاف ففي وقت أصرت المعارضة على أن لا يكون للأسد أي دور في حكم سوريا مستقبلا رفض النظام فكرة الهيئة الانتقالية جملة وتفصيلا حتى وأن الرئيس الأسد كان واضحا لناحية عدم موافقته على حكومة وحدة وطنية في كل الأنظمة هناك معارضة تعارض الحكم تعريف هذه المعارضة اختلف عليه الطرفان أيضا النظام رفض منح الائتلاف السوري المعارض أي شرعية حتى أنه اعتبر أنه لا يمثل سوى جزء صغير من المعارضة السورية في وقت تسلح الوفد الذي مثل المعارضة في جناف بإعلان مجموعة أصدقاء سوريا لائتلاف الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري وذلك في كانون الأول 2012 أما بالنسبة إلى وقف إطلاق النار الذي كان السوريون أمل أن يتفق الطرفان أقله عليه ولو بحدوده الدنيا النظام قال أن فكرة وقف إطلاق النار غير ملائمة لأنها تنطبق على الصراعات بين الدول في وقت اعتبرت المعارضة أن الشروط التي تعرض عليها هي شروط لاستسلامها أكثر من كونها هدنة قضية المعتقلين خضعت بدورها لتفسيرات على قياس كل طرف المعارضة أكدت أن لديها قائمة بأكثر من 47 ألف نفقود بينما النظام يقول أن غالبية ممن تتحدث عنهم المعارضة إما أفرج عنهم أو لم يعتقلوا أصلا على هذه التباينات افترق طرفاء النزاع على أن يعود إلى جولة جديدة من المحادثات في العاشر من شباط المقبل لعلهم ينجحون وقتها في توحيد لغتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر